بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه تبارك وتعالى بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فلم يترك خيرًا إلا ودل الأمة عليه ولا شرًا إلا وحذرنا منه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أيها الإخوة في الله أسأل الله عز وجل أن يكون لقاءً مباركًا في رحاب بيت الله الحرام في هذه الدورة العلمية المباركة وأشكر الله تعالى أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا ثم أشكر القائمين على هذه الدورة من رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالرئاسة وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل الأعمال خالصةً لوجهه الكريم أيها الإخوة في الله موضوع هذا اللقاء هو الحديث عن قواعد أهل السنة والجماعة في تأصيل العقيدة الصحيحة ولا شك أيها الإخوة أن العقيدة الصحيحة هي أهم ما يجب أن يعتني المسلم به لأن صلاح العقيدة وصحتها يتوقف عليه صحة قبول الأعمال وإذا ردت وفسدت العقيدة ردت الأعمال وفسدت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً ليس عليه أمري فهو رد والله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله عز وجل هو الغني عن عبادات المشركين الذين يجعلون مع الله عز وجل آلهة أخرى ولذلك كان الاهتمام بالعقيدة هو أهم ما يجب على المسلم أن يتفقها فيه وأن يعلم العلم اليقين ولا يشك مسلم أن خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا على الهدى وعلى الحق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت في خير قرون بني آدم على الإطلاق ويقول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أيها الإخوة إن العقيدة الصحيحة هي أهم ما يجب معرفته وتمسك به لأنها هي رأس مال المسلم وأغلى ما يملك في هذه الحياة فلابد أن يهتم بشؤون العقيدة وأن يتفقها في دين الله تبارك وتعالى وإن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة السالمة من البدع والأهواء والانحرافات لأنها قامت على أسس متينة وقواعد ثابتة وأصول صحيحة راسخة وأهل السنة والجماعة هم الطائفة الذين هم على الحق والهدى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك وفي رواية حتى تقوم الساعة وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق يعني على المنهج الصحيح وعلى العقيدة السليمة وعلى الإسلام الصافي هذه بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته فحري بكل مسلم أن يسعى لمعرفة هذه العقيدة وأن يتفقها في دين الله ليعلم الحق فيتبعه ويعلم الباطل فيجتنبه ولا تزال هذه الطائفة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها ولا شك أن هذه الطائفة هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في حديث الافتراق وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من هي هذه الفرقة الناجية المنصورة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا هو المقياس الصحيح ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا شك أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بهذا الوصف من المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنهم هم المتمسكون بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والقرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم وما بالخيرية ويقول عليه الصلاة والسلام حاثا على التمسك بالسنة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإذا كان الدين كامل قد أكمل الله تبارك وتعالى لنا الدين وأتم علينا النعمة بهذا الكتاب الكريم وهذا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قال رجل من اليهود لو كانت هذه الآية نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا لأن فيها كمال الدين وإتمام النعمة قال عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال الفاروق إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عرفة يوم الحج الأكبر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم بدين وليس اليوم بدين ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحتثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة في الله بعد هذه المقدمة نأتي إلى قواعد أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة الصحيحة وقبل ذلك نعرف من هم أهل السنة ومن هم أهل الجماعة لأن معنى السنة أصلا في اللغة هي الطريقة السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة سواء كانت حميدة أو كانت ذميمة والجمع سنن ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ويقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طريقة من كان قبلكم لكن أطلقت السنة ويراد بها الطريقة المحمودة المستقيمة كما يقول الناس فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة المجتملة على الأمور الحسنة فهي الطريقة المستقيمة المحمودة وتطلق السنة في الشرع على عدة معاني فتطلق ويراد بها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام وتطلق أيضا في اصطلاح المحدثين يعني أهل الحديث وعلماء الحديث يطلقون السنة هي على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية هذا في تعريف علماء الحديث وكذلك علماء الأصول لهم تعريف للسنة وعلماء الفقهاء لهم كذلك تعريف للسنة ولكن الذي يعنينا هنا تعريف السنة بالنسبة لمسائل العقيدة فاختلاف الأغراض هي التي تعني كل طائفة من أهل العلم فالذي يعنينا في مصطلح السنة هنا في مجال الاعتقاد أو في علم العقيدة أهل السنة والجماعة ولذلك يقول الحافظ ابن رجب عبد الرحمن بن رجب الحافظ الإمام يقول في تعريف السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات ثم صار معنى السنة في عرف العلماء عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك في مسائل القدر ومسائل فضائل الصحابة ولذلك صنف العلماء في هذا العلم في علم العقيدة تصانيف وكتب ومؤلفات سموها كتب السنة كتب السنة إذا إن شاء الله امتد معنا الوقت نذكر بعض هذه الكتب المهمة ككتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب السنة للدارم وكتاب السنة لابن أبي شيبة وغيرهم من العلماء وإذا أسعفنا الوقت نذكر بعض هذه الكتب التي أطلق عليها علماء العقيدة كتب السنة ولذلك إنما خصوا هذا العلم العقيدة باسم السنة لأن هذا العلم خطره عظيم والمخالف فيه في أمور العقيدة على شفى هلكة والعياذ بالله لأنه إذا انحرف في العقيدة ظل والعياذ بالله وغوى وخرج عن عقيدة الإسلام بالكلية كالذين يمارسون الشركيات ودعوة أهل القبور والأولياء وغيرهم ممن يمارس الأمور التي تقدح في التوحيد أو تنقص من كمال التوحيد لذلك أهل السنة هم إذن المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتمسكون بها وأهل السنة إذن هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال ابن حزم الظاهري صاحب كتاب المحلى قال أهل السنة هم أهل الحق أهل السنة هم أهل الحق ومن عداهم فهم أهل البدعة قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الظلال طريق الله واحد وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل الله واحد الذي هو الإسلام وهو السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق وما عداه فهو باطل من البدع والمخالفات والخروج عن الصراط المستقيم ولذلك فإن الله عز وجل في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن أمر أن الله عز وجل بأن نسأله الهداية على صراطه المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذه الكوكبة التي أمرنا باتباعهم واتباع طريقهم صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين الذين انحرفوا عن الحق سواء عنهم عن علم أو عن جهل فالله أمرنا بأن لا نتبع طريق المغضوب عليهم أو الضالين فأبو محمد بن حزم وهو من علماء المغرب يقول أهل السنة هم أهل الحق ومن عداهم فهم أهل البدعة وأهل السنة هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك نهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيل إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام حتى العوام الذين يقتدون بأهل العلماء وبأهل السنة فهم من أهل السنة الذين يقلدون أهل السنة من علماء السنة فهم يعتبرون من أهل السنة ومن اقتدى بهم من عوام المسلمين في شرق الأرض وغربها فهم من أهل السنة والجماعة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الإمام الكبير قال إنما سموا أهل السنة لاتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في المنطقة من منهاج الاعتدال منهاج الاعتدال اللي هو كتاب منهاج السنة النبوية الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية واختصره الإمام الذهبي في المنطقة من منهاج الاعتدال أو من منهاج السنة أما سبب نشعة هذا المصطلح أهل السنة فإن السنة في الصدر الأول من الإسلام في أهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أهد الخلفاء الراشدين يتسمون باسم الإسلام ما فيه إلا الإسلام أو الكفر ما فيه يعني اسم أهل السنة والجماعة لم يظهر إنما كانوا مسلمين وكفار فكيف نشأ هذا الإسم؟ المسلمين في الصدر الأول من الإسلام في عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين يتسمون باسم الإسلام فقط عملاً بقوله تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل ثم بعد عصر الخلفاء الراشدين وفي آخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه ظهر الغلات الذين فارقوا ما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصدر الأول كالخوارج والروافض وإن كانت بذرة الخوارج ظهرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين جاءه رجل يقال له ذو الخويصرة قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل يقول للرسول الصلاة والسلام انظروا كيف هذا الانحراف يقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل وقال هذه قسمة لا يراد بها وجه الله أو لم يرد بها وجه الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم يعدل فظهر الخوارج ومن بعدهم الروافض ظهرت هاتين الطائفتين فاضطر المسلمون إلى تخصيص مطلق اسم الإسلام فتسمى المتبعون للحق باسم الإسلام والسنة وذلك لأن أهل الأهواء والبدع كانوا يردون السنة التي تخالف أهواءهم يعني اللي يخالف هواه ويخالف عقله يرده فلذلك ظهر اسم السنة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال مالك بن مغول وهو من السلف من التابعين قال إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت وأول من نقل عنه إطلاق كلمة السنة هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة والاعتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف كما ذكر ذلك اللالكاء في شرح السنة وقال محمد بن سيرين وهو من أهمة السلف ومن أهمة التابعين قالوا كانوا لا يسألون عن الإسناد كان الناس على ثقة من بعضهم ولا يسألون عن الإسناد إذا جاءه حديث أو أثر عن نبي صدقه فلما وقعت الفتنة ووقعت الظلال وظهرت الأهواء قالوا قال أهل السنة سموا لنا رجالكم فينظر أهل السنة فيقبل حديثهم من كان من أهل السنة يقبل حديثه وأما من كان من أهل البدعة فلا يقبل حديثهم وهذا الكلام رواه ذكره الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح وقال الإسفرايين إن سبب تسمية أهل السنة بأهل السنة قوله وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر تبعا للسنة من هؤلاء يعني الصحابة والتابعين ولهذا سموا بأهل السنة ثم قال لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي وهذه الصفة تقررت لأهل السنة لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ولا يدخل في تلك الجملة من يطعن في الصحابة من الخوارج والروافض وغيرهم أما إطلاق اسم الجماعة أهل السنة والجماعة فيقال أهل السنة والجماعة ورد تفسير الجماعة في بعض الحاديث بأنها جماعة المسلمين التي هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في رواية حديث الفتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة قال إذا لم يكن هناك يعني جماعة للمسلمين لم يكن هناك من ألزمه قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني تبحث عن جماعة المسلمين وإمامهم ولا تخرج عنهم فبين أن المراد بالجماعة وهذه الرواية البخاري ومسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لذلك لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم يجب طاعتهم في المعروف كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية وعدم الخروج عليهم لأن في الخروج عليهم من الشر والفتن والقتل واستباحة الأموال والأنفس والأعراض والذين خرجوا على ولاة أمورهم انظروا ماذا حصل عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له حذيفة وهذا هو رشاد للأمة كلها تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لأن من فارق الجماعة ومات ميتة جاهلية من خلع البيعة وفارق الجماعة ومات ميتة جاهلية والعياذ بالله ولذلك فإن المراد بالجماعة هم جماعة المسلمين كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية من هي قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ولذلك قال أبو شامة وهو من علماء السلف واسمه أبو القاسم المقدسي المعروف بأبي شامة في بيان أن الجماعة هي ما وافق الحق قال وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا يعني لا تغتر بكثرة الهالكين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أتزم أهل الحق ولو كانوا قليلا فإن الأمر بلزوم الجماعة هو لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ولذلك نرى بعض العلماء يخصص أهل السنة والجماعة بقضايا وأمور العقيدة وإن كان أمر السنة يشمل أمور العبادات والأحكام والأخلاق والاعتقادات لكنهم خصصوا ذلك بمسائل العقيدة لا سيما التي خالف فيها أهل البدعة خالفوا فيها أهل السنة ولذلك لفظ السنة والجماعة المراد به يعني موافقة الحق قال الإمام أبو حنيفة النعمان الإمام المعروف قال أبو حنيفة رحمه الله الجماعة يعني يبين من هم الجماعة قال لما ظهرت البدع طبعا الإمام أبو حنيفة ولد عام ثمانين للهجرة يعني في عصر صغار الصحابة وفي عصر كبار التابعين وكانت وفاته سنة مئة وخمسين في منتصف القرن الثاني الهجري يقول رحمه الله الإمام أبو حنيفة يقول الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكفر الناس بالذنوب يعني هو يرد على الخوارج وعلى الروافض الذين خرجوا على الصحابة وخرجوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يسبون صحابة رسول الله أو يكفرون الصحابة ويكفرون المسلمين فيقول الجماعة أن تفضل الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكفر الناس بالذنوب أهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس بالذنوب وإنما المسلم إذا ارتكب كبيرة فهو مسلم ومؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته لا نكفر ولا نخرجه من دائرة الإسلام وإذا مات وهو مصر على الكبير إن تاب تاب الله عليه قبل موته لأن من تاب تاب الله عليه بشروط التوبة المعروفة لكن إن مات وهو يمارس هذه الكبائر وعليه كبائر فهل نقول في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة وغيرهم أو نخرجه من الإسلام أو نقول لا مؤمن ولا كافر هذا كل مخالفة لأهل السنة والجماعة نقول هو مسلم ومؤمن بإيمانه لو مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو له لأنه مسلم ما خرج عن دائرة الإسلام ولو ارتكب أكبر كبيرة القتل أو الزنا أو السرقة أو كل مال اليتيم أو كل الربا أو غيرها من كبائر الذنوب مع عدى الشرك فإن هذا إذا مات وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر فإنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه فالإمام أبو حنيفة يقول لا نكفر المسلمين بذنوبهم لا نكفر أحدا من المسلمين بالذنوب ونصلي على من يقول لا إله إلا الله ونصلي خلف من قال لا إله إلا الله مدام موحد على التوحيد فإن نصلي عليه ولا نخرجه من دائرة الإسلام لأنه لم ينقذ توحيده هذا قول الإمام أبو حنيفة وقال ابن تيمية رحمه الله قال فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وهم أعني أهل السنة يوزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأعمال مما له تألق بالدين يعني عندنا الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هذه هي أصول أهل السنة والجماعة وقال أيضا رحمه الله يعني شيخ الإسلام مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام ومن خالف ذلك كان مبتدعا فإن مذهب الصحابة رضي الله عنهم فإن مذهب الصحابة رضي الله عنهم الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن خالفهم كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة يعني أهل السنة عندهم أن إذا اجتمعوا الصحابة على أمر فهو حجة لا يجوز مخالفته لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة لا تجتمع الصحابة وعلماء الإسلام على ضلالة لأنهم متفقون على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة ومتنازعون في إجماع من بعد الصحابة ثم يقول رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنهم فرد بقول أو ابتدع قولا من عنده بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبل وجود الإمام أحمد علمها رحمه الله ودعا إليها وصبر على من امتحنه فيها ليفارقها وكان الأئمة قبل الإمام أحمد قد ماتوا قبل هذه الفتنة يعني قبل فتنة القول بخلق القرآن فلما وقعت فتنة الجهمية نفات الصفات في أوائل المئة الثالثة دعوا الناس إلى هذه البدع إلى التجههم وإبطال الصفات لله تعالى وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخر المبتدع يعني نفوا الصفات عن الله عز وجل لم يثبتوا يعني سيأتينا إن شاء الله في الغد الكلام على الفرق ولكن نبين أن غلات الجهمية والجهمية الأول وهو نسبة إلى جهم بن صفوان اللي ابتدع هذه المقالة وأخذها عن الجعد بن درهم وأخذها جعد عن طالوت بن أخي لبيد بن العصم اليهودي لأن هذه المقالة أخذت عن الكفار فنفوا أسماء الله عز وجل ونفوا صفات الله عز وجل فلم يثبتوا لله إسماً ولم يثبتوا لله صفةً ولم يثبتوا لله علوًا ولا استواءً على عرشه ولا علماً ولا قدرةً ولا حياةً ولا غير ذلك من الصفات الثابتة لله عز وجل نفوها فظهر الإمام أحمد رحمه الله ورد على هؤلاء الذين دعوا إلى هذا المذهب وبين رحمه الله عز وجل أن هؤلاء الذين امتحنوا الناس وامتحنوا العلماء فبيّن الحق وثبت هذا الإمام وقام بمناظرة المبتدعة وأظهره الله عليهم ولذلك رفع الله قدر هذا الإمام فصار إمامًا من أئمة السنة وعلماً من أعلامها لقيامه بإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها لأنه أحدث مقال لا أنه أحدث قولاً أو مقالةً أو ابتدع رأياً ولهذا قال بعض شيوخ المغرب يعني علماء المغرب بعضهم قال المذهب لمالك والشافع وأبي حنيفة والظهور لأحمد بن حنبل يعني أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد وهو كما قال من أصول أهل السنة والجماعة الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى الاعتصام بحبل الله عز وجل كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وحبل الله هو الإسلام وهو القرآن كلها تطلق عليها حبل الله وهو العروة الوثقى من تمسك بها نجا وكان على النور وكان على الحق واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا لأن من خرج عن حبل الله وعن صراط الله وتفرق والعياذ بالله زل وخرج عن الصراط المستقيم وذهب إلى التنازع فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة يعني الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول إني أكره الاختلاف أكره أن تتنازع الأمة وأكره الاختلاف وعثمان رضي الله عنه لما حج يعني أضرب لكم مثل أن الصحابة كانوا أبعد الناس عن الاختلاف ويرون أن الاختلاف شر والنزاع شر عثمان رضي الله عنه لما حج حجته وهو أمير المؤمنين أتم في ميناء صلى أتم ولم يقصر رضي الله عنه وكان خلفه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجه فأتم الصحابة خلفه الصلاة فقيل لابن مسعود لماذا لم تكلم عثمان لأن الرسول قد قصر في المشاعر في ميناء وفي عرفات وفي مزدلفة عثمان تعول لأنه قد تزوج وسكن في ميناء فرعى عنه كان مقيما فيها فلذلك أتم صلاته قال ابن مسعود إن الخلاف شر إن الخلاف شر فأنا لا أريد أن أخالف عثمان رضي الله تعالى عنه لأن الخلاف شر فكان الصحابة أبعد الناس عن الخلاف يقول الإمام علي رضي الله عنه أبو الحسن والحسين أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأول من أسلم من الشباب أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يقول أقذوا كما كنتم تقذون يعني كما كنتم تقذون في عهد أبي بكر وعمر فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة قال ابن حجر صاحب فتح البار معلقا على كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال فإني أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع قال ابن التين يعني مخالفة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال غيره المراد بالمخالفة هنا التي تؤدي إلى النزاع والفتنة ويؤيده قوله حتى يكون الناس جماعة ولهذا سمي العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه سمي عام الجماعة لأنهم الناس اجتمعوا على معاوية رضي الله تعالى عنه وسمي عام الجماعة لاجتماع الناس وانتهاء الفتنة وانقطاع الحرب قال البغدادي في الفرق بين الفرق في سبب تسمية أهل السنة والجماعة قال إن أهل السنة يعني هذه من مبادئهم لماذا سموا أهل السنة والجماعة قال لأنهم لا يكفر بعضهم بعضا أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا هم أبعدوا الناس عن التكفير أصعب مسألة في الإسلام هي مسألة التكفير لذلك لا يجوز تكفير المعين تقول من ترك الصلاة فهو كافر من استحلم حرما فهو كافر لكن لا تقول فلان كافر لأنه قد يكون ماهو فاهم الحق وعنده شبهة فلابد أن تبين له الحق وتزيل عنه الشبهة ولذلك حتى الأئمة لم يكفروا أهل الأهواء وأهل البدع وإنما نهوا عنها وقالوا من فعل كذا فقد ابتدع فقد كفر لكنهم لا يكفرون الأعيان لذلك يقول الحافظ البغدادي في الفرق بين الفرق قال أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبرأ والتكفير لأن أهل الفرق إذا اجتمعوا كفر بعضهم بعضا تجد الخوارج يكفر بعضهم بعضا الجهمية يكفر بعضهم بعضا ولذلك يقول أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبرأ والتكفير فإنهم إذن أهل الجماعة القائمون بالحق والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنابذ وتنابذ وتناقض وليس فريق من فرق المخالفين لأهل السنة إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبرؤ بعضهم ببعض وأنا أريد من طلاب العلم أن يفتحوا كتاب الفرق بين الفرق ويروا ماذا قال الإمام البغدادي في شرح هذه الفرق وتعدادها ثم كيف تكفر كل فرقة تكفر بعضها بعضها يقول حتى تبرأ بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية حتى مجتمع سبعة أشخاص منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم لبعض والعياذ بالله لأنهم ليسوا أهل سنة ولأنهم ليسوا أهل علم أهل السنة وأهل العلم هم أبعد الناس عن مسألة التكفير ولذلك سموا أهل السنة والجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة فشيخ الإسلام رحمه الله يرى في التسمية بالجماعة معنى الاجتماع وعدم التفرق وأن الاجتماع أصل من أصول أهل السنة وأنهم إذا اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله فهم أهل السنة والجماعة هو ما أجمع عليه السلف الصالح فبهذه الأصول يزينون ما عليه الناس حتى قال شارح الطحاوية طبعا الطحاوية للإمام الطحاوي وشرحها علي بن علي بن أبي العز هناك شروح كثيرة ولكنها مخالفة لمذهب أهل السنة وأحسنها وأفضلها شرح علي بن علي بن أبي العز رحمه الله لأنه من أهل السنة قال السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة هي جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان فعلى هذا نأخذ معنى السنة بمعنى الاعتقاد الحق كما هو مصطلح المتأخرين كما هو مفهوم السنة عند السلف ونأخذ الجماعة بمعنى أصحاب ذلك الاعتقاد الصحيح فلفظ أهل السنة والجماعة يعطي المعنى والتعريف لأصحاب ذلك المعتقد الصحيح كما أنه يكتفى بأحد اللفظين عن الآخر فتاره نقول أهل السنة وتاره يقال لهم الجماعة لأن الخروج عن الجماعة وعن السنة خروج عن مذهب السلف الصحيح ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجماعة قال عليه الصلاة والسلام وأما ترك السنة فالخروج عن الجماعة كما رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر ورواه الحافظ الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما ترك السنة فهو الخروج عن الجماعة ولذلك لما سئل الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة قال السنة هي ما لا إسم له غير السنة السنة الإمام مالك يقول ليس لها إسم إلا السنة السنة ما لا إسم له إلا السنة وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فذا انتهينا من بيان تعريف لفظ إطلاق السنة وإطلاق الجماعة وأن هذا ما تميز به أهل السنة والجماعة مقابل أهل البدعة والضلالة طبعا أهل السنة لهم قواعد في تقرير هذه العقيدة أول هذه القواعد أن مصدر التلقي عندهم هو الكتاب والسنة وتعظيم النصوص نصوص الوحي والوقوف عندها وأن النص من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة هو الأصل الأصيل وعليه المعول والاعتماد في تقرير العقيدة فإن العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة هي الحجة بين الله وبين خلقه ولهذا هو معنى كلام السلف لم يؤص الأهل السنة والجماعة في أخذ العقيدة من غير الكتاب والسنة لأن في ذلك النجاة والفوز النجاة في الدنيا من الشرك والبدع والأهواء والمخالفات والنجاة في الآخرة من عذاب الله وناره ومقته ومن عدلة أهل السنة على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة عدلة كثيرة ولكن نأخذ بعضها حرصا على الوقت منها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فالرد إلى الله تبارك وتعالى هو الرد إلى كتابه إلى القرآن الكريم والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن كتاب الهداية من جعل القرآن أمامه واستنار بآياته وتدبر كلام الله عز وجل واهتدى بها فقد اتبع الحق واهتدى بالهدي المبين وبالوحي الصادق وهو ما كان عليه الرسول والصحابة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني للطريق الصحيح القويم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما فالله عز وجل نفى الإيمان حتى يتم التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس فقط بالتحكيم بل لا بد من التسليم لكتاب الله وسنة رسوله فنفى الإيمان حتى يتم التسليم وينتفي الحرج في تحكيم الكتاب والسنة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما لذلك لا يقدم على الكتاب والسنة قول أحد كائنا من كان ففيهما الهدى والشفى والكمال وفيهما النور وهو الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فنفى الإيمان حتى يتم التسليم وينتفي الحرج وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فما آتاكم الرسول فخذوه الذي آتان الرسول الكتاب والسنة وما نهاكم عنه فانتهوا تآكم عن البدعة وعن الضلال وعن المعاصي وعن غيرها ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الذي يحييكم هو الكتاب والسنة وكذلك جعلناه الكتاب والسنة حياة للقلوب ونور يستضاء به استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فلذلك أنت تطلب الثبات وتطلب الهداية والثبات على الحق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت له عائشة يا رسول الله أم المؤمنين تقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تقول ذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فيقول يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يدعو ربه أن يثبته على الحق وأن يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه فلذلك يدعو الله عز وجل أن يثبته حتى الممات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وكذلك جعلناه الله عز وجل جعل القرآن جعله نورا وجعله وحيا وجعله هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان سمى الله القرآن روحه لأن فيه الحياة وفيه حياة الناس واستقامة أحوالهم فإذا نبذوا الكتاب والسنة والعياذ بالله هلكوا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فهو روح وهو نور فمن تركه ظل وعاش في الظلام والعياذ بالله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه في رواية ومثله ومثله ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس يعني يبين أن السلف هم الذين يأخذون بالكتاب والسنة قال أجمع الناس هذا الإمام المطلبي الإمام الشافعي محمد بن عدريس يعني ننقل لكم كلام الأئمة الإمام مالك الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد الإمام الشافعي أئمة السلف ابن حزم ابن تيمية هؤلاء يا أئمة الإسفراييني أبو شام هؤلاء العلماء السلف الذين نقلوا لنا هذا الدين فيقول الإمام الشافعي أجمع الناس يعني أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان يعني ما يجوز لك إذا تبينت لك السنة أن تتركها وتأخذ بقول أحد من الناس هذا لا يجوز بل هو انحراف حتى قال الإمام أبو حنيفة النعمان قال آخذوا لأنهم يعني اتهموا أنه يأخذ بالرأي ويأخذ بالعقل ولا يأخذ بالحديث ولا يأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة فيرد عليهم الإمام أبو حنيفة يقول آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله كذب والله كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص يقول الإمام أبو حنيفة كذب من يقول إننا نقدم القياس على النص يقول وهل يحتاج بعد النص إلى قياس يعني إذا ظهر لك النص فلست بحاجة إلى قياس متى يلجأ الناس إلى القياس إذا لم يجدوا النص فيقيسوا ثم يأخذ الحكمة من هذا يأخذ الحكمة من هذا قياس فرع على أصل في علة ليظهر لك الحكم لكنه رحمه الله يقول كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص يعني نقدم الرأي ونقدم القياس على النص قال رحمه الله وهل يحتاج الناس إلى بعد النص إلى قياس وقال أيضا هو الإمام أبو حنيفة قال إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به ولم نعده أي يعني لم نتجاوزه إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد أخذنا به ولا نتعداه ولا نتجاوزه وهو القائل رحمه الله الإمام أبو حنيفة أول الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي كما في حاشة بن عابدين وهو من الأحناف قال الإمام أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي وروي هذا القول عن الشافعي وعن غيرهم من أئمة الإسلام فهؤلاء أئمة الإسلام يرون أن الأصل الأصيل هو الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله في الاستدلال على مسائل العقيدة فإذا ما ورد في الكتاب والسنة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرع للمسلمين يجب قبوله إذا صح الحديث فهو مذهبي والمرجع يعني الأمر الثاني أن نأخذ من الكتاب والسنة لكن بفهم من بفهم الصحابة رضي الله عنه وبفهم السلف ليس بفهم غير من أهل الأهواء وأهل البدع إنما بما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح فالمرجع في فهم الكتاب والسنة هي النصوص التي تبينها وفهم السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى وإمة الإسلام فإن الله عز وجل قد أتم الدين وأكمل لنا فليس لأحد تحت أي ذريعة أن يحدث في دين الله شيئاً ليس فيه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما في حديث الذي رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا يعني في الدين ما ليس منه فهو رد مردود عليه لأن الدين كامل ليس لأحد أن يحدث دينا وما لم يكن ديناً على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فليس اليوم بدين أيضاً يجب التسليم يعني مذهب أهل السنة والجماعة التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً فلا يعارض شيء من القرآن والسنة الصحيحة بقياس أو ذوق أو كشف أو منام أو قول شيخ أو إمام يعني بعضهم إذا رأى رؤيا أن هنا فلان ولي خلاص اتخذوه مزاراً واتخذوه ديناً يذبحون له وينذبحون منام بس أتى إليه الشيطان وقال هو ولي هذا قبر ولي من أولياء الله أخذ يدعو الناس إلى هذه البدعة ويوقعهم في الضلال والعياذ بالله أو المكاشفات أو الذوق الذوق والحق هو ما كان في القرآن والسنة ولا نتجاوز القرآن والحديث كما قال السلف رحمهم الله فيجب التسليم لما جاء في القرآن والسنة ظاهراً وباطناً ولا نعارض ذلك برأي أو ذوق أو قياس أو كشف أو منام أو غيرها أيضاً من أصول أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح والعقل السليم موافق للنقل الصحيح لا يمكن أن يختلف العقل الصحيح السليم مع النقل الصحيح لأن من الذي خلق العقل هو الله تبارك وتعالى والذي أنزل النص هو هو الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يختلف العقل الصحيح مع النقل الصحيح ولذلك شيخ الإسلام من تمية رحمه الله ألف كتاباً سماه درع تعارض العقل والنقل مطبوع في 11 مجلد رد عليه في المبتدعة وأهل الضلال وغيرهم الذين يقولون بتعارض العقل مع النقل ويقدمون العقل على النقل الله عز وجل هو خالق العقول وهو المنزل الوحي على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فلا تعارض بين العقل الصحيح السليم والنقل الصحيح لا تعارض أبداً بينهما وعندما يتوهم الواحد يعني يتوهم أن هناك تعارض بين العقل والنقل فماذا يقدم نايا الشيخ الخضر إذا توهم تعارض النقل والعقل ماذا نقدم النقل بل نتهم عقولنا بل نتهم عقولنا ولا نتهم الوحي ولا نتهم الوحي أيضاً من مذهب أهل السنة وأصولهم أنهم يلتزمون بالألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة ويتجنبون الألفاظ البدعية لأن دلالات الألفاظ واسعة فهم يلتزمون بألفاظ الكتاب والسنة وإذا جاءهم لفظ غير الكتاب والسنة فهم يستفصلون ما مرادك مثل الذين يقولون إن الله ليس في جهة وهم يريدون في العلو الله في جهة العلو الله فوق سماوات بائن من خلقه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما أتته الجارية وأراد واحد من الصحابة أن يعتقها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله جارية قالت في السماء قال لها منعنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة أعتقها فإنها مؤمنة وهؤلاء أهل البدع وهذه الضلال يقولون الله ليس في جهة ينفون عنه يقولون لأن الجهات كلها مخلوقة فإذا قلنا أن في جهة العلون عنها في جهات مخلوقة والله منزع شوفوا أتوا بلفظ بدعي ليردوا به نصوص الكتاب والسنة والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى ويقول عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويقول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وعندما تقول سبحان ربي الأعلى وهو الذي في السماء إله يخافون ربهم من فوقهم فهو إله ومعبود في الأرض ومعبود في السماء تبارك وتعالى وهو عال على عرشه فوق سماواته في مثل هذه الألفاظ البدعية أهل السنة يستفصلون منها ما مرادك بالجهة هو يجيك يقول لك الله ليس في جهة والله ليس له حد والله ليس جسم ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم حتى قال عبد الله بن المبارك وهو إمام من عمة أهل السنة قال مذهب الجهمية أنه ليس في السماء إله مذهبهم يقولوا إلى أنه ليس في السماء خالق ليس في السماء رب تبارك وتعالى لأنهم يقولوا أن الله ليس داخل العالم ولا خارج طيب وين يقول ربك اللي خلقت أتوا بألفاظ بدعية ليردوا بها ألفاظ الكتاب والسنة فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يلتزمون بالألفاظ الشرعية الأواء الواردة في الكتاب والسنة وما جاء من كلمات ومن ألفاظ جاء بها أهل البدع فهم يستفصلون عنها فإن أريد بها حق قبلت وإن أريد بها باطل ردت فهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو أصل من أصولهم فالله في جهة العلو تبارك وتعالى والله لما خلق الخلق خلقهم أسفل منه فهو فوق عرشه سقف المخلوقات ما هو سقف المخلوقات سقف السماوات وسقف الأرض وسقف الجنة سقفها ما هو العرش والله فوق عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وجون بلفظة قالها شاعر النصراني الأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي قالوا إن معنى استوى معنى استولى إن الله استولى على العرش يعني الله ما كان مستولي ثم استولى شوفوا كيف يلزم منه لوازن باطلة إنه هنا إن الله ما كان مستولي على الملك ولا مستولي على العرش حتى خلق السماوات والأرض ثم استولى على العرش هذه هي الكلمات الباطلة لكن أهل السنة من مذهبهم الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في القرآن والسنة وما قاله الصحابة والسلف الصالح ويردون الألفاظ البدعية بل يستفصلون منها فإن كان حقا قبلت وإن كان باطلا ردت زي ما يقول لك ليس الله في جاء وهو يريد ينفي العلو يروى عن إمام الحرمين الجويني الجويني هو إمام الحرمين وهو من علماء الإسلام من علماء لا شاعرة يعني تأثر مذهب الاعتزال فكان يخطب على المنبر فجاءه الرجل قاله هو أبو منصور الهمداني وهو يقول كان الله ولا شيء معه كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان يعني يريد ينفي العلو قال له أبو منصور الهمداني قال له يا إمام دعنا من ذكر العرش والكرسي أخبرنا هذه الحاجة التي نجدها في نفوسنا حاجة نجدها في نفوسنا وفي صدورنا ما قال قائل قط يا الله إلا وجد في نفسه حاجة طلب العلو يا الله حتى الدواب ترفع رأسها إلى السماء ما قال قائل قط يا الله إلا وجد في نفسه حاجة بطلب العلو فماذا رد عليه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين وضع يده على رأسه ونزل من على المنبر وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني يعني ما عنده رد إن هذه الحاجة التي نجدها في نفوسنا وفي صدورنا بإثبات العلو وأن الله فوق عرشه وما هو اللايق بالله اللايق بالله العلو الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه فإذن أهل السنة يلتزمون بالألفاظ الشرعية وأما غيرها فيستفصلون منها فإن أريد بها حق قبلت وإن أريد بها باطل ردت ويرون حكاية عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو من أمة السلف يقول كان رجل ينفي العلو وينفي الاستواء ويقول الاستواء معنا وكان له حاجة عنده شيخ الإسلام وقال له تأتيني غدا في بيتي وأعطيكها فجاء هذا الرجل إلى شيخ الإسلام وطرق عليه الباب وخرج عليه فاعتذر شيخ الإسلام وقال حاجتك ليست جاهزة إنما تأتينا الغدا بإذن الله إن شاء الله تكون جاهزة فذهب الرجل وجاء من الغد شيخ الإسلام قال باقي بقايا ما كملناها تجينا إن شاء الله بعد غد فالرجل مل منه وهو يتردد على شيخ الإسلام عشان يقضي حاجته بعد أن مشى خطوات رفع رأسه يدعي على شيخ الإسلام قال له تعالي أنت ماذا تقول أنت تنفي العلو أصلا ماذا تدعو وأن ترفع يديك إلى السماء تقول يا رب حسبي الله على فلان فأنت فاستغفر الرجل وتاب ورجع إلى مذهبي أهل السنة والجماعة يا جماعة عليها على هذا الشيء علماء للأسف ينفون العلو ويقولون إن الله ما استوى على عرشه وليس فوق سماواته ولا باء من خلقه ولا يجوز الإشارة إليه والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر في حجة الوداع وهو في عرفات يخطب بالناس وبعد أن بين لهم الحق قال الله هل بلغت يقول للصحابة هل بلغت قالوا نعم بلغت يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت قال اللهم يرفع أصبع إلى السماء وينكسها اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد يرفع أصبع إلى السماء يشير إلى ربه تبارك وتعالى فالله فوق عرشه بائن من خلقه وهذا مذهب أهل السنة والجمال وليس فيه تجسيم وليس فيه قضية مكان ولا قضية جلوس الله نصفه بما وصف به نفسه في كتابه ومما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لا نتجاوز القرآن ولا الحديث هذا هو مذهب أهل السنة لكن هل الله خاطبنا بكلام نفهمه نعم خاطبنا الله بكلام نفهم فنحن نعرف معنى الاستواء ومعنى العلو ومعنى الفوقية ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ومعنى القدرة ومعنى الإرادة ومعنى النزول ومعنى الوجه ومعنى اليد كل هذه معاني نعرفها ونفهمها من لغة العرب ومن لغة القرآن فالله خاطبنا بكلام نفهمه لكن الله ليس كمثله شيء قاعدة من قواعد السلف كما أن الله له ذات تخصه فكذلك له صفات تخصه الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أن الله له ذات ليس كمثله شيء كما في سورة الشورى ليس كمثله شيء ليس مثل الله شيء أبدا وهو السميع البصير أثبت له السمع والبصر لكن هل كسمع المخلوق أو كبصر المخلوق لا الله لا يشبهه شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعور الدجان يقول إن ربكم ليس بأعور ألا وإن الأعور الدجان أعور العين اليمنى عينه كأنه عنبة طافية إن ربكم ليس بأعور إثبات العينين وإثبات البصر لله تباركت كما يليق بجلاله وكما يكون لعظيم قدره وسلطانه فالله تعالى له صفات القهر وصفات وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر كل هذه لله تبارك وتعالى فنحن نصفه بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة لا نتجاوز القرآن والسنة أيضاً من أصول أهل السنة أن العصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله بتبليغه للناس وكذلك أمته أمة معصومة عليه الصلاة والسلام لكن الرسول عليه الصلاة والسلام العصمة له فيما يأمر به ويبلغه للناس وأمته معصومة من الضلالة وقال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ظلالة أما في إفرادها فلا عصمة لأحد منهم بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير إلى قبره كذلك المرجع عند الاختلاف يكون للكتاب والسنة فردوه إلى الله وإلى الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فالرد إلى الله كما سبق والرد إلى كتابه والرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتذار للمخطي إذا اجتهد المخطي من أمة محمد فأصاب فله أجران وإذا أخطى فلو أجران ونعتذر للمخطي لأنه اجتهد أيضاً الأصل أن كل محدثة في دين الله عز وجل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأيضاً من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بانقطاع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين لأن هناك من يدعي النبوة كالقاديان والبهاء وغيرهم وقد ظهر من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي ثلاثون كذابون كلهم يدعي أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وأيضاً من أصول أهل السنة والجماعة التصديق والإيمان بما صح به الدليل من الأمور الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم كالعرش والكرسي والجنة والنار والميزان والصحف ونعيم القبر وعذابه والحوض والصراط والميزان وغيرها دون أن نؤول ذلك دون أن نؤهي على حقيقتها كل هذه الأمور حقيقية كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء يعني ليس في الدنيا مما عده الله للمؤمنين في الجنة إلا الأسماء ففي الجنة في الدنيا عسل وفيها خمر وفيها ماء وفيها نساء وفيها كذلك كثير من الأمور وفيها أشجار وفيها أنهار وفيها مما عد الله عز وجل من الذهب والجوهر واللؤلؤ والمسك وغيرها كل هذه موجودة في الدنيا لكنها ليست مما في الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فالله عز وجل يعني ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فالله أخبرنا بأسماء في الدنيا لنفهم الخطاب ولذلك التصديق بهذه الأمور الغيبية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة لمن رضي الله تعالى عنهم وأذن بالشفاعة لهم أيضاً الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها والإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين إجمالاً وتفصيلاً والإيمان بالكتب المنزلة وأن القرآن الكريم ناسخ لها يعني على الإجمال وعلى التفصيل مثل الإيمان بالملائكة إجمالاً والإيمان بهم تفصيلاً كجبريل وميكائيل وإسرافيل كل هؤلاء الملائكة الذين ذكروا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن هناك ملك للجبال وملك للرعد وملك للنبات وغيرها كل هذه الملائكة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فنؤمن بهم إجمالاً وتفصيلاً وكذلك الإيمان بالكتب المنزلة إجمالاً كل ما أنزل الله على رسله من الكتب إجمالاً وتفصيلاً كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن كل هذه تفصيلاً نؤمن بها والإيمان بالرسل أيضاً والأنبياء إجمالاً وتفصيلاً والإيمان باليوم الآخر وما يتقدمه من علاماتٍ وأشراط والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تبارك وتعالى وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم الأشياء قبل أن تكون وكتبها في اللوح المحفوظ وأن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن وأن هذه الأمور تقع التي قدرها الله قبل أن يخلق السماوة الأرض بخمسين ألف سنة تقع وفق الكتابة والمشيئة يقع خلق الله تبارك وتعالى أيضاً من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو وحده المستحق للعبادة فلا شريك له لا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته فمن صرف شيئاً من هذه الأنواع لغير الله كالدعى مثلاً والاستغاثة والاستعادة بشيء لا يقدر عليه إلا الله وكالنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء ونحوها لغير الله تعالى فقد أشرك لأن من أصول العبادة ومن أصول الدين أن الله عز وجل يعبد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وكذلك يجب التسليم والقبول والرضا والطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحكام وأما تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلتزم بها العامة فهذا قول باطل ليس في الإسلام شيء للخاصة وشيء للعامة ليس كما في بعض عند أهل البدع والخرافات الذين يقولون بتقسيم الدين إلى خاص وشريعة تلزم العامة دون الخاصة وبعضهم تجد أنه يفصل الدين عن الحياة فهذا كله من الباطل أيضا لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى وأن الله قد يطلع بعض عباده على شيء من الغيب لكنه تبارك وتعالى لا يطلعهم على الغيب كله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فلا يعلم الغيب كله إلا الله ولكن الله يطلع من شاء من عباده على شيء من المغيبات أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يقطع لمعين من أهل القبلة بالجنة والنار إلا من ثبت النص بحقه كالعشر المبشرين بالجنة وكأهل بدر وكأهل بيعة الرضوان الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كذلك التكفير حكم شرعي من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة كما قلنا سلفا أنه لا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك ولا يلزم ينبغي أن ننتبه طالب العلم لهذه المسألة وكل مسلم لا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة لأن التكفير من أخطر الأحكام فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلمين طيب نقف إلى هنا أن شاء لا نطيل عليكم إذا كان أحد له إشكال وإن شاء الله نكمل في الغد بإذن الله كل ما يتعلق بالأمور المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى اللهم واحفظ بلاد الحرمين وجميع بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين شامخة محفوظة بأمان الله تبارك وتعالى وحفظه وجازي ولاة أمورها على ما يقدمون من خدمات للعمار والزوار في الحرمين الشريفين وما يقدمون من خدمات وكذلك القائمون على خدمتهم من العاملين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحرصهم على توعية المسلمين وتثقيفهم وبيان أمور عباداتهم ومناسكهم نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين